إنك تضيع الأمانة أمو عبد الله كمان قالت سؤال قالت جدتي توفت وأمي زعلانة مش زعلانة أمي خايفة تكون أصلت معها لأنها كانت بتزعق في الشاه شوية كانت بتتخانئ معها كانت ربما تطلب منها طلب وتكبر شوفوا هناك عقوق واضح اللي هو يسألش على أبوه يسألش على أمه ومعينين ما يدومش وهناك أمور معفو عنها يعني إيه معفو عنها بس طبعا مش عمل على بطال عملها زي إيه حضرتك زي حضرتك اللي هو أبوه وأمه قاعدين عنده ومن كبر سنهم ما بيستحملوش الهوى فإبنه بعدي فتنطط شوية في البيت فرحت أمه قال له يا رب تموت لإبنه فهو سمع الدعوة على ابنه نزل تسيوف في قلبه فرح قال له ليه كده يا أمه بتزعق في الود ليه بتدعي للود ليه عملك إيه بعد شوية رجع كده وقال له وانا عملت كده ليه هذه أمور من المعفو عنها إذا راح إيه وسأل بأمه ورضاه وما إلى ذلك إحنا ربنا سبحانه وتعالى مش بيعملنا بالوحدة لأنه لو عملنا بالوحدة إحنا مش هنروح ولا نيج مش هيرزقنا في الدنيا لو بيعملنا بالوحدة إحنا كل واحد فينا صندوق مقفول عنده بلاو أي نعم ممكن يكون بيصلي وممكن يكون بيزكي وممكن بيكون بيعمل حاجة حلوة لكن عنده اشتركوا في القناة